يا مساء النور والياسمين والتفاعل على كل مشاهدينا مشاهدي كناة الصحة والجمال وبرنامج شباب ستايل الحقيقة كل حلقة بيكون معي ضيف مميز اللي بيضيف لنا الجديد في حياتنا ولكن ضيفت النهاردة مش بس مميزة الحقيقة هي هرم في عالم جراحات التجميل كتير من السيدات والبنات اللي بيشتكوا من صغر أو كبر حجم إلساتي وأحيانا الترهولات اللي بتحصل مبعد الحمل والرضا علشان كده معنا دكتورة فاطمة محجوب استشاري جراحات التجميل اللي هتمتنا بالمعلومات أهلا بيك يا دكتور أهلا بيك يا دكتور نورتين ربنا خليك مرسي كل جزء عايزين بقى يا دكتور نعرف إيه يا جراحات تجميل للسادي ومين هم الأشخاص اللي هم بيكفلوا على العملية بص يا ستي إنتي أصارتي يعني نقطة جميلة جدا لأن ده بيشغل بالكسرين من السيدات والأنسات وفيه مناطق كتير غمضة هيحبوا يستكشفوها فحنا هنحاول نحن نوضح لهم كل المواضيع لتخص الموضوع ده تمام تكميل للسادي بيشمل غالبا غالبا فقط تلات مواضيع كبيرة تمام التكبير والتصغير والرفع تمام التصغير دلوقتي ما بقناش بنعتبره تجميل على قد ما بنعتبره إصلاح من كتر ما بيعمل مشاكل وبتيجي لسيدة بتشتكي ما بيبقاش هدفها قد تستغرب من الجملة دي إن ما بيبقاش هدفها الأول شكل الثدي يبقى حلو على قد ما بيبقى هدفها تتخلص من الآلام والمشاكل اللي مصاحبة للحجم الكبير صحيح فبقناش بنعتبره تجميل قوي على قد ما بقنا بنعتبره إصلاح مشكلة الصغر حجم الثدي دي بقيت بقبلها مؤخرا كتير 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 والثقافة فيها تغيرت جزء كبير من الآنيسات بقوا مقبلين على الموضوع ده علشان عارفين إن المشكلة دي ملهاش حل غير التكبير في الغالي غير التكبير مشاع كتير حاجات عايزين نبين إنها إشاعات مغلوطة أصلي فيه كريمات أصلي فيه حبوب أصلي فيه تمارين نسمع كتير عن الحاجات دي كتير خالص 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 كل ده يعني مكانش حد أقوله كان كل الناس اللي عندها المشاكل دي خلاص خلصناهم من بره بره وخلصناهم صح فعلا فالمشكلة مع الأسف إن الحبوب اللي بتتاخد بيبقى أغلبها أصلها هرموني وحتعمل مشاكل هنا هتبقى بتحاول تصلح مشكلة على حساب إنها هتعمل مشكلة تانية مشكلة تانية فخلينا نستغل البرنامج ونوجه رسالة لهذه الفئة من الأنسات أو السيدات اللي بتسعى للتكبير مفيش حاجز ما هاخد حبوب وتكبر مفيش حاجز ما أحد هنكريم وتكبر حتى لو حسب نهاب المنطق أنا هحط كريم على إيدي اللي تحت إيدي ده هيتنفخ يعني مش منطقي فخلينا بس يا دكتور عايزين نعرف برضو في البداية إيه السبب؟ يعني إيه السبب في صغر أو كبر حجم إلساد؟ يعني هل دي هرمونات مثلا؟ لا حقول هل وراسة؟ بص العم الوراسي ده جزء من الموضوع هتلاقيها غالبا غالبا شبه ممتها شبه خليتها شبه عمتها يعني فيه جزء وراسي اللي يعمل في الموضوع طيب السبب إيه؟ الثدي فيه مستقبلات للهرمونات الأنثوية اللي ماشي في الجسم غالبا لو جينا قسنا مستوى الهرمونات الأنثوية اللي في جسم اللي صدرها صغير واللي صدرها عادي واللي صدرها كبير عليهم كلهم واحد وكلهم طبيعين وكلهم كويسين ومعندهم شوش شكل الفرق فحساسية دي وحساسية دي المستقبلات اللي في الستة الصدرها صغير حساسيتها قليلة بمعنى إيه حسيت يا دكتور؟ يعني بمعنى أن أنت لو دتيها الجرعة دي حتستجيب استجابة قليلة نفس الجرعة لو دتيها لوحدة تانية حتستجيب استجابة عالية النسيج ده لو دتيه له نفس الجرعة حيستجيب استجابة بسيطة فيجبر حاجة صغيرة نفس الجرعة لو دتيها لختها ما لهش علقة لو نفس الجرح هي المستوى الهرمون الطبيعي في الجسم لو دي جال اخداء حيستجيب استجابة عالية فادينا حجم ثدي عالي لشان كده في جملة برضو مهمة نقولها لمن تقبل على قصة تصغير الثد خصوص لك سنة صغير هقول لها خلي بالك انت لسه سنك صغير وقدامك العمر طويل وقد تمر بتغيرات هرمونية كتير في الحياة مع الدورة الشهرية حاملة وولادة ورضاعة قد يكبر شوية حجم السدر تاني يعني تنسحي ايه دكتور تنسحي بايه البنات من سن كام يعني السن المناسب لاجراء اي عملية او يعني خلاص هي قررت انها تعمل عملية من سن كام من 18 18 سنة 18 بنبقى خلاص استقرينا وخلاص بلغت وكبرت واستقرت الى حد كبير فنقدر نقيم بقى نقول هو ده الحجم اللي هي مبدئيا ثبت عليه في حجمها الحالي طبعا بعد الحمل والولادة لو هي انسة مع الحمل والولادة ورضاعة بتمر بتغيرات اكيد هتكبرها هتصغرها لان في حجمها انكماش ما بعد الرضاعة يعني ممكن يبقى واحدة حجم سدرها كويس وبعد ما ترضع طفل او اتنين يختفي خالص في حجم انكماش ما بعد الرضاعة ده حاجة بنقابلها وبعد قصة الانكماش دي قد تحتاج تكبير بس وقد تحتاج تكبير وشد قد تحتاج شد بس بتقيمي بقى ساعتها الوضع على حسب الحالة طيب سؤال تاني برضو هردلك علي قبل ما تسأليه علشان اكيد بيدور في بال الكثيرين الكلام ده بيقى اثر على الرضاعة كنت لسه اسأل السؤال ده فيه بعد من السيدات بتخاف يا دكتور ان هي تقبل على عملية تصغير او تكبير السادي يقولك لا ممكن يقصر على الرضاعة فهل ده بيأثر فعلا على الرضاعة ولا بيبقى بعيد عن القدد اللبانية التكبير ملوش علاقة يعني اللي مكتوب لها تردى فيه ناس بطبيعتها ما بتردعش مثلا انا بتكلم عشان اللي ممرتش بالتجربة اللي مكتوب لها تردى هتردع اللي مش مكتوب لها تردع مش هتردع بس التكبير ملوش علاقة ولا يؤثر ولا تكبير ولا تصغير التكبير بس التصغير قصة اخرى التكبير لا يؤثر هي حشوة بنحطها تحت الغد اللبنين فنفيش أي حاجة فيها ولا بتقطعي ولا بتشيله ولا بتحطي حاجة بنحشرها تحت النسيج الثدي بمتكامل محتفظ بكامل تكوينه فنبقى أصرش على الرضاعة اللي ما اكتب لها تردى هتردى ونش مكتب لها مالوش علاقة مالوش علاقة بس ما بقى أصرش على الرضاعة تمام؟ تمام التصغير قد يؤثر وفي الغالب بيؤثر يعني لما بتيجي تسألني بقول لها في الغالب مش هتعرفين طب خالص 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 احتمال بس ما فيش عود طب إيه سبيبي الدكتور؟ لأن فيه جزء من نسيج الثدي بتشال بيتقص وبيتشال بالقنوات اللبنية بالدهون اللي فيه نسيج بلوك كده من السدر بتشيله طب اللي فاضل ده حيكفي أنه يؤدي الوظيفة ولا لأ؟ الله أعلم هذه حسب كل حالب فلاس ما يتبع عارفة المعلومة إن قصة خصوصا أنا بكلم اللي حملت وردعت وعمل يعني غالبا بتيجي بعد ما بتقول بارك الله فيه مرزق وأنا مش ناوي يعمل حاجة تانية أو ما أنا بكتلسة أقولك يعني تنسحي بأي حد عايز يعمل عملية تصغير إن هو يعملها بعد خلاص ما هو يعني اكتفى بالأولاد اللي عنده ولا التصغير أصلاها قصة تانية التصغير دي زي ما قلت الحرارك ما عادتش مرتبطة بالتجميل التصغير دي حسب أنت مستحملة لحد فين ألم رأبة ألم ظهر ألم كتاف يهي دفتر من موضوع كبير أول للدرجة دي فيه أحجام بنشوفها آه يعني أنا لن أنسى مريضة مرة وهي لسه بتفوق من البنج يعني لسه مش وعية أول مرة أفتح عيني مفيش حاجة كابسة على نفسي من كترة بكاية الحجم مضخم فقصة التصغير دي قرارها بقى مرتبط يعني ممكن كتير كتير بقى بالناس أقولك مش مهم رضع بعد كده بس أرتاح فقصة التصغير دي مرتبطة بمدى تحملك للألم المصاحب لوجود هذا العارفة لما يبقى حدش الشنطة طيلة شنطة طيلة دي انت شايلها صبح وظهر وعصر ومغرب وليل وقيمة ونايمة وصحية تقالة تقالة كبيرة فده حسب تحملك انت لما تبقي مش قادرة تستحملي حتى تعمليها صغيرة كبيرة مدام آنسة مالوش علاقة بقى لأن في آنسات فعلا الدنيا عندهم بتبقى صعبة والحجم مضخم معيق للحياة فقصة التصغير دي يعني قصة تانية بترجع لانتي وتحمل الإنسانة وتحملها لمادى الألام اللي موجودة التكبير بقى زي ما قلت لحضرتك وجهة النظر فيه تغيرت بس احنا عايزين يا دكتور بقى هنبدأ بالتفصيل كده عن التكبير عايزة عارف برضو في الأول حضرتك بتحدده بنانا على إيد يعني بنانا على الشكل فيه مقاييس معينة حضرتك أو معيير معينة حضرتك بتنشعليها ولا حسب طبيعة الجسم شكل الجسم عريضة كل 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 انت بتوزيني كله على بعضه يعني مثلا 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 ممكن تجيلك واحدة أبعاد جسمها تستحمل إن انت تحطي حجم كويس يعني هي مثلا الحاجة اللي موجودة دي قد اللمونة وإحنا عايزين نخليها قد بطيخة إنما وأبعاد جسمها تسمح إنما الغلاف الجلدي الموجود ما يسمحش بكده فده بقى أبعاد جسمها ومقاساتها تسمح إن أنا حط حجم كبير لكن بقى عندي عامل تاني معيق إن الغلاف الجلدي صغير حددني بحاجة صح فاهماني؟ اه فأنت بتاخدي الموضوع كله على بعضه فيه آه فيه عندنا في الكتب مقاسات وفيه حاجة اسمها فوت برينت بتاعة تلفادي بصمة تلفادي على الجدار الصدر وأبعاده وبتاخدي مقاساتها وفيه فيه مقاسات بناخدها تقول إن إحنا بالتقريب ممكن نحط حجم من كذا إلى كذا وبيبقى معانا جوة العملية سايزر حاجة كده بتإيسي بيها وتفضل وأكتر من الحجم يبقى معايك أكتر من الحجم غاية من نقول إن ده الحجم المناسب ساعات هي ممكن الأحلى ليها إنك تحطي حاجة أكبر بس الظروف مش سامحة ما فيش غلاف جلدي يسمح بكده بيبقى قدامنا بقى ساعاتها أكتر من خياري أما نقبل بما هو متاح أو نخليها مرحلية عادتا عادتا قصة إنها تبقى مرحلية بتبقى مرفوضة بس كول ده بنكتشف أثناء العملية يعني ما نفعش لا 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 في عدة كتير بقولها من قبل من الأول يعني بحتي كل حاجة كل حاجة كل تفاصيل من الأول ولو ما فيه اختلاف في النحاتين بقولها خلي بالك النحاية دي غير النحاية والنحاية دي كذا والنحاية دي كذا ودي فيها العيب الفلاني ودي فيها العيب الفلاني ودي محتاجي نعمل كذا كل التفاصيل بقي primitive أحياناً فعلاً سيدة بتبقى حجم السادي واحد أكبر من التاني ده الأصل في الأشياء على فكرة يعني الأصل كل النص يميل مزا نص ده الطبيعي بس الأصل إنه مش ملحوظ إمتى بنكتشفه وقت لما نيجي ندقى في حاجة كده وناخد مأساة أقول له على فكرة فيه 2 سنتي فرق بين ده وبين ده وفيه كذا وفيه كذا لأن هي بعد العملية هتركز فكل ده لازم أقوله قبل وفيه نقطة بسيطة فنية ما بتقدريش تحكمي عليها أو تعرفيها إلا جوه العملية خصوصاً في عمليات التصغير والشد يعني التكبير غالباً القصة بتبقى محسومة من قبل الشد الرفع وشد السادي والتصغير فيه نقطة فنية كده بنقررها جوه بقول لها بقول لها برضو وارد الجرح يبقى شكله كذا أو شكله كذا ودي حاجات يعني غالباً بالنسبة مثلاً 8% حيبقى شكله كذا بالنسبة 20% حيبقى شكله كذا ده حعرفه جوه لو جاتلك سيدة أو بنوتة يا دكتور وها مقبلة على العملية بس خايفة فحضرتك بتتعامل معها إزاي هل مثلاً بتوريها صور قبل وبعد على شنطة طم بوريها صور قبل وبعد وبحكي لها كل التفاصيل لأن الطبيعي أنها تبقى خايفة كون أن أنا موجودة في قط العمليات طول اليوم ودي شغلانتي لا يمنع أن الشخص العادي كلمة عملية دي أكيد بتخذ الكلمة الوحدة هتخذ مهما كانت أنا شايفها بسيطة مهما كانت الوحد فنية نتعود عليها ده ما يمنع أن الخوف ده شعور إنساني طبيعي هتخذ قولة عمليات وهاخد بنجو طبعاً تخاف الأصل أنها تبقى خايفة بتوريها الناس عملوا قبلها بتحكي لها تجارب بتحكي لها كل لما تبقى دخل وعرفة كل التفاصيل هتحسي بواحد اثنين تلات اربعة وحتبقى طالعة متل الزقم كذا وكذا ولبسة كذا بتحكي لها تفاصيل التفاصيل علشان ما تتفاجئش علشان ما تتفاجئش فلما بتبقى مسبقاً عارفة أنا ماشية فأنهي طريق والخطوات اللي هتتبعها بيديها جوزء من الطمئنين طمينة نفسها وعارفة العراض اللي هتحصلها بيديها جوزء كبير من الطمئنين أنه أنا حس بكذا أقولها آه مثلاً يومين ثلاثة كده صورة لما أنا بقى تحت العضلة آه هتحس بشدة هتحس أنت بترفع أحكي لها بالتفاصيل وأنت بترفع إيدك وأنت بتنزل إيدك وأنت بتعملي لما تحس أن هي كل حاجة خلاص هي مهيئة لها نفسياً جوزء كبير من الخوف بتشال هل في مريضة جات لك يا دكتور وأثناء العملية اكتشفت أنها ما ينفعلاش الجراحة أصلاً؟ لا 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 مفيش أشخاص كده يعني ولا ممكن أحياناً تكتشف فيه مرض معين أو فيه حاجة بتمنعك ممكن أن تتكمل العملية ده بيحصل؟ في الموضوع اللي احنا بنحكي فيه ده صعب صعب لعني كل حاجة بتبقى عارفة المفروض المفروض أن نبقى عملنا فحوصات كاملة ويعني حتى الحاجة اللي ما بتبنش في الفحوصات فيه عيوب خلقية معينة لما بنقابلها في الإصلاح بقول لها قد وأنا جوة أكتشف أن العضلة الفلانية يعني بعضلة الصدر شكلها كذا أو 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 ده حيخليك بعد العملية تحسي بكذا بس مش من الأول أولاً ما ينفعش لكن تجملياً عادي خلص ما فيه شكل قرار العملية يبقى احنا عاملين كل أشاعاتنا وفحوصاتنا ومتكلمين كويس جداً 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 وحكيين كل حاجة ومتخزين القرار بس ما ينفعش بعد ما بقى دخلتها وفتحت أقول لا احنا في الموضوع ده قد في حاجات تانية ينفع يعني قد في حاجات تانية في الجراحة العامة الكلام ده ممتحة أكتر أنه ما إحنا عندنا؟ لأ طالما اتخذنا القرار يبقى غالباً إحنا متكلمين في كل حاجة ومن كل فحوصاتنا والدنيا تمام واللي حيحصل في إطار ما ناقشناه قبل أكيد طبعاً عشان كده كمان جزء مهم أن اللي قرر أن هو يروح عملية يعمل عملية تجميل أين كانت بقى تادي أويره يبقى هو مقرر وعارف مخه أنا عايزي جاي محدد طلباتي أنا عايزة واحد اتنين تلاتة علشان بناء على طلباتها أقول لها آه رقم واحد ينفع عملهولك رقم اثنين ما ينفعش رقم تلاتة ينفع بنسبة كذا تب أكيد يا دكتور بقى طبعاً مع اختلاف الوقت والتقدم اللي احنا فيه كل يوم بتظهر أنواع جديدة من عملات التجميل ايه أحدث أنواع عملات تجبيره دون تظهر السل يعني خلينا في التجبير الأول أحدث فيه سيليكون نسمع عن السيليكون وفيه عن حقن الدهون دي أحدث حاجة ولا فيه حاجة تانية السيليكون طبعاً القصة بقالها سنين كان فيه زمان الحشوات اللي بتستخدم حشوات مليانة سيليكون جيل وده تطور يعني بقى ليه أجياء هو خمته نفسها تطورت وأصبح النوع اللي بنستخدمه دلوقتي حاجة آمنة وحاجة لدرجة هي لو تقطعت ما بتطلعش الجيل اللي فيه حاجة كده متماسكة غير الأنواع اللي كانت بتستخدم زمان فيه حشوات تانية كانت بتميلي محمول ملح تبطلناها دي كانت ميزتها الوحيدة أن هي ممكن تدخل من جرحة صغير خلص أو تدخل بالمنظر لكن مش صحية أكثر مش مش صحية يعني هي يعني ما بتديش سنسة طبيعي سهل إنها الأنواع اللي كانت موجودة زمان الغلاف بتاعها كان سهل إن هو يفرقع كانت المية اللي جوها كده بتتبخر فبعد فترة تحس إنها بتلق يعني كانت بتدي كده شعور مش طبيعي ومش مريح لكن الحشوات يا دكتور ما بتعملش أمراض يعني فيه كتير بيبقى عايز يعمل العملية ولكن خايف من الأمراض يقولك لا بتجيب أمراض سرطانية الكلام ده صح ولا غلا؟ لا بالعكس ده ده إحنا في الناس اللي اضطرت إنها تستقصل الثادي بسبب وجود سرطان أحد طرق بناء ثادي جديد إن إحنا نحط حشو فلو هي بتعمل سرطان مش هنحطها الوحدة أصلا عندها سرطان على كفامتي الفكرة يعني أحد طرق بناء ثادي جديد تقصل لو مريضة كان عندها سرطان هنحط لها حشوة أكيد مش هتحط لها عامل مسبب لسرطان وهي أصلا عندها سرطان أكيد كان زمان بيقولوا إنه الحشوات بتوعيق اكتشاف بتعمل سرطان وإحنا ده خلص خلصنا من النقطة دي أو بتوعيق اكتشاف السرطان حتى بفرد بفرد إن الكلام ده كان صحيح زمان دلوقتي مع تطور أجهزة الأشعة والتدريب الحديث المستمر لأطباء الأشعة ما عادش ده صحيح لا يعني خلص بعد الشارب على الشهر اللي عنده اللي يصاب بحاجة زي كده لا حيعرف يلاقيها وحيعرف يحس بيها وحتلتقطها أجهزة الأشعة الحديثة وحنتعمل معها طب يا دكتور رحل المدة العملية بتاخد وقتها دقي ومدة الشفاء بتاعتها بتاخد كم يوم؟ العملية عادة بتاخد حوالي ساعة ونص يعني حسب بقى يعني أقل شوية أكتر شوية حسب الوضع اللي احنا فيه حسب حطتها تحت الفادي ولا تحت العضلة التعافي ما بعد العملية الناس اللي بتتحط تحت النسيج الفادي نفسه بتعافيها سريع يعني تحطي ربعة تيام وتحس نفسها إنها ما عملتش عملية اللي تحطت تحت العضلة شوية بتبقى تعافيها يعني تخطوقة أكتر شوية علشان احنا جبنا حاجة كده كبيرة وحشرناها عضلة فعلى ما تريح العضلة على الحاجة الجديدة اللي محطوطة وتتخذ وضعها الجديد بتاخد شوية وقت لك قلتي حاجة برضو مهمة فيما يختص بحقن الدهون علشان احنا بنسهل كتير برضو في القصة دي هل حقن الدهون ممكن يغني عن التكبير بحدود بحدود زي ايه مثلا؟ زي ايه؟ زي ان ممكن تجيلك واحدة نحيفة وعايزة تكبر صدرها بحقن الدهون طبعا انا ما فين مصدر الدهون يا لازم عندي مصدر وفير في حتة عندك فيها دهون زيادة اخدها حطها هناك خاصة ان الدهون اللي بتتحط بعد فترة بيروح منها 50% مثلا فبحتاجة احط تاني لما تتعامل مرة اثنين تلاتة عادة بيبقى فيها شوية دايموما ما بتروحش اوه فانا لازم يبقى عندي مصدر الحديث بقى ان احنا بقينا بنحط الحكتين على بعض يعني بنحط حشوة ونعمل فينشنج حواليها بحقن الدهون احيانا احيانا بنضطر نعمل كده لتزبيط شكل الفدي عندك نحية غير نحية يعني فبقينا مؤخرا الاحدث حاجة بقى ان احنا بقينا بنجمع الاتنين مع بعض نكتوحط حشوة وتعملي فينش حواليها بالدهون بالدهون طيب بالنسبة للتراهولات بقى يا دكتور ده عامل يعني ازعاج للتراهولات كتير اه طبعا فبالنسبة بالشد يعني ايه اللي بيحصل او ايه المفروض بيحصل اثناء العملية الشد للتراهول هقول لحضرتك ليه بيحصل تراهول اصلا البيع عموما تراهول في الثادي او في اي حتة لان الجلد ده عامل زي الاستك جلد خامة زي القماش كده ليه ليه مطاطي لما تموت الزيادة عن اللزوم الاستك ده بيبوص ما بيرجعش اللي متأي فلو اثناء الحمل والرضاعة السدر نفخ زيادة او هي خصة زيادة حيبقى فيه تراهول طيب التراهول ده بقى علشان نشده بنشيل الجلد الزيادة وتلمي الجلد الموجود على حجم نسيج الثادي الموجود احيانا بتبقى اللي حصل سواء من فقدان وزن او انكماش ما بعد الرضاعة بيكون دمر نسيج الثادي نفسه ما بقاش فيه نسيج ثادي فساعتها بتضطر انك تحطي حشوة وتلمي عليها وتشيلي الجلد الزيادة يعني تعملي تكبير ورفع في نفس الوقت عشان يبقى فيه ثادي حلو يعني ساعت ان احنا نرفع ونشيل الجلد الزيادة ده مش كفاية ما انت بتشيلي على حاجة فاضية اكيد مفيش نسيج ثادي موجود اكيد فحنبقى شننا الجلد الزيادة بس كأنه كيس جلد فاضي كيس جلد اه ملموم وشكله حلو بس فاضي فتضطر تحطيه ساعت هوها بقى ساعتها حشوة او دهون تمام فده فيما يختص برفع التراهل احيانا بيبقى ان تشير الجلد الزيادة وحده يكفي لو كان فيه نسيج ثادي باقي بعد التراهل كفاية واحيانا بتحتاجي تدعميه بحشوة علشان يفضل محتفظ بشكله بعد ما نشير الجلد الزيادة اكيد طيب فيه عراض يا دكتور بتظهر بعد العملية يعني فيه عراض مثلا مش متوقعة ممكن تظهر بعد العملية بص احنا عادة بيقول ان فيه تبعات يعني ربنا بعدنا فيه مشاكل ربنا بعدنا عن مشاكل انما فيه تبعات بيبقى متوقعة ان فيه تورم ده بياخد وقته بيمشي ان اي ثادي ليه وزن بعد وقت مع الجاذبية بينزل شوية عن مكانه فاحنا بيعملين حسابنا من الاول خالص ان احنا وحنا شغالين واقول له انت حتحسي انك طب هو شكله محتاج ينزل شوية حاولك بس مري حينزل بس اجي لانه كده كده حينزل لو انت حطان من الاول مزبوط على الشعر حينزل حينزل اعنا بنعمل حسابنا من الاول ان احنا انت عامل حساب اللي حيحصل في الشهر اللي جاي اصدى حضرتك كان التورمات التورمات واصر الجاذبية عليه اللي جاية تكبر صدرها او جاية تلم تراهلات مع صدر فاضي ده حاجة مفيهاش وزن فالجاذبية ملهاش اصر عليه بعد ما احنا عملنا الشغل بتاعنا وحطينا الحشوة ولمينا بقى ليه وزن ليه وزن ده يعني الجاذبية حتأثر حتأثر السدر ده حينزل عن مكانه حينزل عن مكانه كل دي حاجات لازم يبقى بعمل حسابها وتبقى قيلها من الاول وتبقى شرحالها انت حتحس تبقى الاول كذا وحتبقى ورمة وحتبقى 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 والجروح هيبقى شكلها كذا وبرسمها لها ان في جرح عولين الهالة وجرح بالطول واحتمال يكون في جرح بالعرض وده حيبان وده مش حيبان وده حيبان نص ونص كل ما يمكن انت تستخدمه كل ده بتحكيه علشان زي ما قلت برضو بيشيل جزء من الخوف وبيديها ثقة اكيد طبعا وبيخليها يعني عندها جور اشواء انها تعمل عملية اكيد طب هل يا دكتور بيبقى فيها مدة صلاحية للحشور بص الشركات بتقول اه انها تتغير بعض الشركات تقول عشر سنين وبعض الشركات تقول خمساشر سنة فعليا فعليا وواقعيا ما شفتش حد تغير الا اذا مرة بحدث يضطروا للتغير بمعنى مثلا واحدة جات تكبر وهي لسه عروسة صغيرة تمام وكان عندنا غلاف جلدي محدود وحطينا مثلا الحشوة صغيرة تمام واتجوزت وحملت وردعت وخلفت طبعا الرضاعة هتنفخ اكتر من كده فبقى فيه غلاف جلدي يسمح ان احنا نحط حشوة اكبر وحصر شوية ترهل من من اللحم الجلد زاد او ما زادش فممكن ساعتها نغير الحشوة لكن هيك صحيا ما فاش اي مشكلة خالص يعني من عادي ممكن تعد وقت أطول عادي ما ممكن ما انا بقول لحضرتك الواقع يعني الشركات بتقول في بعض الشركات بتقول انها مفروض كل عشر سنين تتغير او كل خمساشر سنة يعني يعني حسب حسب الجيل من الحشوات اللي اشتغلت بيه في حينه اه تمام تمام فعليا وواقعيا ما شفتش حد راح غيره عشان عد عليه عشر سنين لكن هو انا مستقرة وانا شخص مستقر ومعنديش احداث تضطريني للتغير ما شفتش حد غيره لمعايا والمعسات ذاتي عشان عد عليه عشر سنين فانا خلاص يلا جاي لا ما شفتش كده لكن الشكل يا دكتور بيبقى طبيعي خالص يعني ميبنش ان هي عاملة حشوة او تجبير يعني كالشكل بيبقى شكل طبيعي بعد العملية ولا بيبقى فيه تغيرات دي هتبقى حساة فيها لا كشكل كشكل بس ميبقاش بين خالص القصل انه مش بين تمام يعني القصل انه لما حد يبص عليها كده مبقى لا مش بين تمام تنصحي باي بقى يا دكتور لكل اي حد عايز يقبل على عملية تجبير او تصغير او حد الشد تنصحهم باي اسألي مختصة ملكيش دعوا بالنت صحيح لان النت اي حد عايز يعاف اي حاجة بيعمل سرش على النت وخلاص طح وغلب يعني بيدي فكرة ما اختلفناش انما فيه كلام كتير في النت مغلوط طب ما هو مثلا الاعلانات بتاعة كريمات تكبير اللي فقال لسا كان عندي واحدة براح الله انا استعملت كريمات لما يا بنتي بقلت لها بالمنطق انت هتحطي بلا زي الكريم قلت لها اتضربت لها مثال زي كريم بديل فرق انا حط الكريم على وشي خد يتنفخ هي نفس الفكرة ما هو ده كلام نت اكيد طبع فيعني انت هتديكي فكرة عام ما عايزة تبصي على العملية بتتعمل ازاي بصي لو انت من نوع اللي لو بصيتي على تفاصيل العملية هتخافي بلاش اسألي احسن يعني خلي القصة تتحكيلك احسن صح انا عايزة اقول لهم اني عايزة ياخد فكرة ياخد فكرة بس من فضلك اسأل مختص افضل صح انا بشكرك جدا يا دكتور شرفتيني ونورتيني للأسف وقت الحلقة مر سريعا مع حضرتك بس ان شاء الله توعدين تكونين معنا في حلقة تنين مشاهدينك كده تكون خلصت حلقتنا يارب نكون وفينا بكل المعلومات اتشوفكم في حلقة جديدة ومعلومات جديدة والى اللقاء